سؤال بقى طريقة انك تخلي الولاد تحبك جداً تصق فيك جداً عشان تتعلم منك كويس قوي وفي نفس الوقت تسيطر عليهم جداً ازاي بقى؟ والله يا حضرتك بتتكلم في حاجة يعني هي زي ما بيقولوا قوة الحب هي المسيطرة على اي حاجة بتحصل ده كلام موسيقيين وفنانين وحاجات كده لا قولي اعمل ايه الطفل هو عايز اي منك الطفل الاول غير كبير الطفل كائن نقي بسيط افكاره كلها بسيطة وديركت مش هتلاقي فيه اي حاجات سيئة في الشخصية الاطفال ظهر حتى في المظهرين هو لما تبقك انت صادق وبتوصل له معلومة مش موجودة مع حد وفي نفس الوقت بتوقفه على مسرح بتديله ثقة في نفسه وبتطمنه وبيحس معك بالامان وبيحس معك ان هو بيتعلم ولما بينزل المجتمع بيلاقي نفسه هو شخصية مؤثرة سواء في بيته وفي جرانه في صحابه في المدرسة يعرف ايمية العمل اللي هو بيعمله ويلاقي بقى صحابه عايزين يبقوا معانا لا اخواته في البيت فيبدأ هو يبدأ ينصاع لا امرك لان هو الطفل بده ملقم صدق عندك لازم يلاقي هو نفسه منصق هو هيدي رد فعلي ايجابي على طول بالضبط يتلاقي ايه بيعملك اللي انت عايزه هو كمال عاوز يفرحك ويبسطك بالضبط و اول حاجة بيعملها الطفل بيجي يقولني اعملنا ايه النهاردة؟ كنا كويسين ليه؟ لان هو تعب وركز الموضوع هنا مش بيوصل حاجة كنت بقولها دايما على طول احنا درسنا في الموسيقى اللي بلعب موسيقى بيعمل كذا حكا فقط واحد يعني حضرتك مثلا عشان تيجي تسوق معك فرامل وبنزين وفتيس وعينك على المرايات انت بعد فترة ما بتحسش بيها في الاول بتأنتقل انا انت سوقت ممكن تبقى سرحان تفسك رواحة البيت عادي انت مش بركز انا كنت سوقت ازاي؟ تشتغل باللوعي صح فانت بتحس بالحاجات دي وانت في الاول وانت انها دخلت فبتترامع على طول في موخك في اللوعي هنا الموسيقى مينفعش في اللوعي ليه بقى؟ لا احساس؟ لا ومش كده بس انت بتلعفوزت فرقة فلو انت عملت باللوعي لازم احساس بكل الناس اللي حوالي فانت متخيل بقى انت بتعمل كذا حاجة بتحرك مثلا صوابعة كلها عشر صوابعة خلاص وسامع نفسك وسامع اللي حواليك وعينك على المايسترو ومركز في اي حاجة لان ممكن انا بقى حاجة هعيدها الصوت عالي هنوطيه ايه انا هسحب هنعلي بالنواطي العالي فهو لازم الكلام ده كله بيحصل في مخه في وقت واحد طب انت حضرتك هاتلي طفل ما درس الحاجات دي كلها وقارنه بطفل درس الحاجات دي ايه الفرق؟ كيفة كبيرة؟ طبعا هو بقى لما بيحس بالفرق دوت الحمد لله الأولاد اللي عندي متفوقين مش هتلاقي حد ضعيف لان هو استحالة ولد يعني أهل وراء أولادهم بالمنظر ده يعني قدر تقول لي تفرزة ده هيجيلي التدريب ازاي؟ وانا كده أهل وعيين هيجيلي ويجيلي صح فالوعي بينتقل اوتوماتيك من ده للأهل بقى بيبدأ هم يشوف فايدة اللي تعلمه يشوف ابنه وصل لايه في التعليم فمقررة بقى بقى ريبه بصحابه بجرانه فيبدأ بالعكس بقى ريبه وصحابه وعايزين يجوا يتعلمه بس فيه اللي بيكمل عنده صبر وفيه طيب